ما الذي دعا السيد الصدر أن يستبدل اسم التيار الصدري بعنوان التيار الوطني الشيعي البعض قد تعرض للسيد مقتدى بالانتقاد بأن هذا العنوان طائفي ولكن يبدو أن لدى السيد مقتدى شيء أو تحليل أو استخدام أو توظيف لهذا الاسم غير الذي قيل به أنت ماذا تقول؟ يعني الحقيقة الاسم هو ليس بغريب على الاسم السابق باعتبار أن هناك ثلاث كلمات أساسية لهذا التجمع أو الاسم الجديد اللي هو التيار يعني حاليا عندما تذكر اسم التيار فيتبادر لكل المتتبعين لشأن السياسي العراقي أنه التيار هو التيار الصدري بالنسبة لتبنيات التيار الصدري سابقا تيار الوطني الشيعي هو أساسية دائما منطلقاته من منطلقات وطنية ومنطلقات شرعية بالنسبة لي ما هي الجدوى أو لماذا الصدر اختار هذا الاسم الجديد أنا أعتقد أنه الاسم القديم هو ليس من متبنيات سماحة السيد مقتدى الصدر إنما أطلقه على ما أظن أنه الشيخ حسن الزرقاني أحد قيادية التيار الصدري وهو قد عبر سماحة السيد مقتدى الصدر بأكثر من اللقاء هو غير لا يحبذ هذا الاسم لأتبارات كثيرة منها أنه زج اسم العائلة بخصومات سياسية بمناكفات أو كأنما أنه الصدر هو عبارة عن مذهب عبارة عن شيء منسلخ من التشيع وبالتالي هذا ما يعني يحاول البعض استهداف التيار الصدري أو التيار الوطني الشيعي حاليا لذلك هو ارتأى أن يكون الاسم أكثر شمولية باعتبار هناك يعني مشتركات ثلاثة أساسية ممن يودون الدخول أو الاشتراك مع الصدر في قادم الأيام إن عادة إلى العملية الانتخابية وليس السياسية أنا أختلف كثيرا الصدر إنما عندما غاب عن المشهد السياسي لجنبه شرعية وهناك سلوكيات لدى الحوزة العلمية بالنجف الأشرف هو أدرى بها الصدر بعد اعتزال السيد كاظم الحائري للعمل الاجتهادي أو غلق برانية فهو لجأ والتزم بالنصوص الشرعية التي تحتم عليه سلوكيات معينة وبالتالي هذا الاسم هو تيار وطني شيعي وهو منطلق ذات خصيصية أو خاصية صدرية يتبناها سماحة سيد مقتدى الصدر المفردة الثانية هي جامعة لكل أبناء الوطن من كافة المذاهب وكافة القوميات وهذا متبنى المفردة الثالثة أنا أعتقد الصدر هو يريد أن يركز على الأمور الشرعية لأن هناك أستاذ نجم طبعا الصدر دائما يتحرك بمصطرة شرعية ولهذا يؤاخذ على التيار الوطني الشيع بأنه كثير التقلب أو أنه لا يفقه السياسة أو ما شاكل ذلك على العكس تماما عندما يرى أنه هذا الظرف السياسي هو فيه مضرة للجنبة الشرعية هو يحاول قدر الإمكان إن كانت هناك مخارج شرعية لقبول هذا أنت فتحت لنا موضوع أنا ما كان ببالي أنا ناقشه أنه السيد الصدر قد غاب وانسحب لجنبة الشرعية هي قصة المرجعية الدينية للسيد الحائري واليوم عاد يعني ماذا تغير في الجنبة الشرعية ماذا تغير في قضية التقليد ما الذي تغير في موضوع السيد الحائري والمرجعية الدينية حتى نقول أن الظروف قد تهيئت أو توافرت أن تتهيئ وحتى عادت سيد الصدر شوف أنا أركز للسلوكيات الحوزوية التي يسلكها سماعة سيد مقتد الصدر أنا لست ظالعا بهذه السلوكيات لأن احتمال كبير أن لا أصيب جادة الصواب أو الأمور الشرعية لكن هذا أنا أحلله نتيجة لقراءتي لتغريدتي وظهورها ما بعد ليلة الخضراء الدامية وانسحابه بعد فتية السيد كاظم الحاري أو أغلاقه أنا أؤكد لك أن كبار المرجعيات النجف الأشرف وعلى رأسها سماعة السيد علي السستاني طيلة هذه الفترة طيلة انسحاب وانكفاء الصدر داخل الحنانة هو على طول هذه الفترة الزمنية كانت هناك لقاءات مستمرة وغير منقطعة مع مرجعية السيد علي السستاني أنا لا أريد أن أتحدث بالجنبة الشرعية حتى لا أخطأ بهذا السياق لذلك هذا الأمور أنا أعتقد من وجهة نظري أن الصدر الآن تجاوز محنة إغلاق مكتب السيد كاظم الحائري وهو الآن لديه توصيات من مرجعيات شيعية ربما هكذا أقرأ المشهد وأنت في مقدمتك ذكرت بأنه عادة ربما بتوجيه من سماحة السيد علي السستاني أنا لا أقرأها هكذا لكن هي على ما يبدو أن هناك شيئا ما دار بين الطرفين بين سماحة السيد مقتد الصدر وسماحت المرجع الآلة سيد علي السستاني وخلي أضيف لك نقطة سيد نجم سيد مقتد الصدر الآن هو يعتبر من فضلاء الدين الإسلامي في العالم كله ليس فقط في العراق وأيضا هو محط احترام لمرجعيات إيران ومرجعيات النجف ولذلك عودة الصدر لا بد أن تكون من هذا الباب الشرعي أنا لا أريد أن أتدخل بالجنبة الحلية من عدمها لكن حتما هناك جنبة شرعية تجيز له العودة للعمل السياسي ترجمة نانسي قنقر